وبعيداً عن النسبة والتناسف في المشاكل والحلول تمثل عودة الأمية للعراق من بوابة الاقتصاد شبحاً مقلقاً في بلاد كانت الأولى على مستوى المنطقة في توديع هذه الأزمة المجتمعية وذلك قبل تأكيد وزارة التخطيط وصول معضلات الأمية إلى 13% تتقدمها محافظي المثنى ودهوك وفيما يتوقع مختصون أن تكون النسبة أعلى من ذلك لطبيعة التسرب الكبير من المدارس وتفشي ظاهرة التسول واقتحام سوق العمل بأعمار الدراسة حيث تتفوق المدن على الأرياف في أعداد الأميين من الجنسين ولأن الأمية ممر مفتوح لخطاب الكراهية والتطرف يطالب المختصون باهتمام حكومي أشمل لإنقاذ مستقبل طفولة كان أجدادها قد هجر الأمية قبل أربعة عقود من الزمن ترجمة نانسي قنقر